بسم الله الرحمن الرحيم قال الألمة الصالح الفوزان حفظه الله في كتابه الملخص في شرح كتاب التوحيد قال الله تعالى وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا الآية المعنى الإجمالي للآية يأمر الله سبحانه عباده بعبادته وحده لا شريك له وينهاهم عن الشرك ولم يخص نوعا من أنواع العبادة لا دعاء ولا صلاة ولا غيرهما ليعم الأمر جميع أنواع العبادة ولم يخص نوعا من أنواع الشرك ليعم النهي جميع أنواع الشرك مما يستفاد من الآية أولا وجوب إفراد الله بالعبادة لأن الله أمر بذلك أولا فهو آكد الواجبات ثانيا تحريم الشرك لأن الله نهى عنه فهو أشد المحرمات ثالثا أن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة لأن الله قرن الأمر بالعبادة بالنهي عن الشرك رابعا أن الشرك حرام قليله وكثيره كبيره وصغيره لأن كلمة شيئا نكرة في سياق النهي فتعم كل ذلك خامسا أنه لا يجوز أن يشرك مع الله أحد في عبادته لا ملك ولا نبي ولا صالح من الأولياء ولا صنم لأن كلمة شيئا عامة